النهاردة الرئيس استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود انا عايزك تاخد بالك من حاجة اذا سمحت لي رئيس الجمهورية عندما تحدث فرئيس الجمهورية لو صح اللي انا بقوله لك يعني او تصوري بسا دا الملاحظ استخدم طريقة التدرج في التصريح يعني ايه التدرج في التصريح اقول لك بص اسيدي تعالوا خدها واحدة واحدة الاول الرئيس بيهنق الصومال احنا هنا بنتكلم على شكل بروتوكولي طبيعي يهنق الصومال على نجاحه في مكافحة الارهاب وشطب الديون التي تثقله كاهله ورفع الحظر المفروضة عليه منذ عام 1991 بشأن توريد المعدات والاسلحة طيب يعني احنا بدأنا الاول بمسألة بروتوكولية على وهي التهنئة وبعدين الرئيس اشار الى انه تم شطب الديون اذا الصومال يستعيد عافيته بامر الله طيب وتم رفع الحظر اللي مفروض عليه من سنة 1991 بشأن توريد الاسلحة والزخائر وما الى ذلك والمعدات العسكرية ده معناها انه الجيش الصومالي يبدأ في استعادة عافيته ولياقته العسكرية كما يجب انت خدت بالك بدأنا بايه بروتوكول التهنئة وبعدين الصومال يبدأ في عملية استعادة عافيته الاقتصادية خلاص اتشطبت الديون ويبدأ بقى ايه يشتغل زي بقولك كده فراش مش بس كده لا والجيش كمان الصومالي ده مما لا شك فيهم الحظر توريد الاسلحة والمعدات والزخائر معنا ايه طيب تعالي كده دي ايه اول نقطة طيب تاني نقطة التدرج فيما يتعلق بموقف مصر مصر كان لها موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية برفض الاتفاق بين ارض الصومال اللي هي الصومالية العند ومصر يبقى بداية التدريج ان احنا موقفنا شديد الوضوح والبيان صدر من الخارجية وانا هو رئيس جمهورية مصر العربية بقولك الاتفاق مرفوض ثم يستكمل الرئيس في حديثه ونقدر نحط عنوان الاتفاق بين اثيوبيا وارض الصومال ليس مقبولا لأي احد لي اي احد تفيد العمومية طب تفيد العمومية لها يوسف لانه في النهاية مفيش دولة اسمها الصومالية لان مفيش حد معترف بحاجة اسمها الصومالية لان وبالتالي هذا امر غير مقبول من اي حد وبالتأكيد غير مقبول مننا واحنا لدينا بيان صادر بدا وانا هو رئيس الجمهورية بقولك الكلام ده تاني مش بس عن بيان الخارجي طيب لكي تحصل خد بالك بقى لكي تحصل اثيوبيا على تسهيلات من الصومال وجيبوتي واريتريا فيجب ان تكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها والاستفادة من الموانئ وهذا امر لا يفضه احد يبقى مصر هنا بتحدد وبتقر وبتثبت موقف ايه هو احنا مش ضد مصالح الدول ولا ضد التنمية فيها ولا ضد ان الناس تعمل اتفاقات اقتصادية واستثمارية الى اخره طالما انها بالطرق التقليدية المتعارف عليها كما تقرها القوانين الدولية والااتفاقات والتعاهدات الاقتصادية كما هو متعارف عليه ما بين اي حد يبقى التحديد مصر مش ضد مصلحة اي حد ليه؟ لانه طبعا في بعضهم ممكن يطلع يا عيط هو انتوا واقفين ضدنا هو انتوا مش عاوزين ننشتغل هو انتوا مش عاوزين ننمو ما هو قاله كده برضو على الساعة انتوا واقفين ضدنا فانتوا المجرى حبيبي انا مش هو قاله ضدك انا ما عنديش اي مشكلة انا عايزك تعمل صناعة وتنمية وتوفر طاقة وتشتغل وتعمل يعني ما لا يعمل يا رب تبقى اقوى اقتصاد في الوجود ما يضرنيش بالعكس يفدني فيبقى هنا مصر هنا ايه؟ حددت موقف بوضوح وجلاء على لسان مين؟ رئيس جمهورية احنا مش ضد الاستفادة وهذا امر لا يرفضه احد لاحنا ولا غيرنا في العموم طيب شو بقى هنا بقى التدرج رحنا دخلين على المرحلة اللي بعدها نؤكد رفض مصر التدخل في شؤون الصومال والمساس بوحدة اراضيه يعني محدش يحاول يهدد الصومال مصر رفضة من دلوقتي عشان لو حصل حاجة بعد كده محدش يلوم انا رفض من دلوقتي ده برضو تحديد موقف ورسم مصار ده التدرج انا برسم المصار مصر بترسم مصار واضحة هو شوف انا ماشي فين؟ انا ماشي هو طيب مصر ترى ان التعاون والتنمية بين الدول افضل بكثير من اي شيء اخر فيبقى تأكيد على انه ما هو شيء اخر ده اللي هو ايه اللي هو العفية يبقى مصر بتقول ايه في مصارها انا بلد داعم للهدوء والاستقرار والسلام وتصفير المشاكل ولا اريد اي احتقان على الاطلاق ما بين اي دولة واي دولة اخر انا بلد طول الوقت داعم لمصارات التنمية داعم لمصارات تقليدية تبقى للقوانين والتعاهدات الدولية انا داعم طول الوقت للسلام لا احد يوافق على محاولة القفز على ارض من الاراضي لمحاولة السيطرة عليه متحاولش تتدخل في شؤون دولة متحاولش تهدد سيادة دولة متحاولش تخش تحتل دولة متحاولش تحاول متحاولش قاسي متحاولش تحاول متحاولش تخلق موقف بناء على انه امر واقع بانك انت تروح وتروح حاطط ايدك على حتة وتقول اصلا انا عامل اتفاق طب عامل اتفاق مع مين انت عامل اتفاق مع اقليم جوة دولة الاتفاقات يا مع الدول يا مفيش كل ده زي ما بقول لك كده في اطار الايه في اطار التدرب واشترا اصلا اكتبه اهو ما طيب بعد كده بيكمل الرئيس في هذا التدرج الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها طب الله ده انا عندي فعل اتفاق الدفاع المشترك بتاع جامعة الدول العربية على ان تطلب الدولة التدخل طلبت التدخل من مجموعة الدول العربية او من كلها او من واحدة منها دولة طلبت مساعدة دولة دولة طلبت مساعدة الدولة به الدولة به بقى هنا هتتدخل مش هتتدخل هيبان طب ولو الدولة به مستعدة للتدخل يبقى خلاص تمام طيب تعالى حضر يا يونس عشان يونس بيستعجل طيب بعد كده نقول ايه بقى اه لا سيما شو بقى هنا ايه دولة لا سيما اذا طلبوا مننا الوقوف معهم الله لانه هنا الرئيس قال ايه لا نسمح بتهديد اشققنا لا نسمح مسألة تهديد الاشقق مسألة مرفوضة بالكلية في العقيدة المصرية مش موجود التهديد للاشقق خصوصا لا سيما اذا طلبوا مننا الوقوف معهم واكا من دول الحقيقة طلبت مننا ان احنا نقف معاهم وننجدهم ونجدناهم وبالمناسبة مش من زمان بس وخلال عشر سنين اللي فاتوا دول ودول كتير ليست دولة ولا اثنتين ولا ثلاثة اكتر من اربعة طيب هنا تشوف بقى ايه اخر حاجة قالها الرئيس ايه نتعاون هنا بقى وصل الى كل التدرج وصل لحد قمة التدرج وبعدين بيأكد على الموقف المصري نتعاون ونتحاور بعيدا عن اي تهديد او المساس بالامن ولا الاستقرار احنا مستعدين للتعاون مستعدين للتحاور مش عاوزين اي تهديدات ومش عاوزين مساس لا بامن ولا باستقرار حد مش فانا وصلتك لحد فين وبعد كده ثبتت هو وبقولك واحنا مستعدين طول الوقت للحوار نفس المسألة هتلاقيها عند معلش دي لدقيقة واحدة صدق نهاية دقيقة دي او نص بالكتير هتلاقيها عند الرئيس الصومالي سيد حسن شيخ محمود بيقول ايه الرئيس الصومالي اكدت لرئيس السيسي الرغبة القوية في تعزيز الامن والاستقرار والروابط الاقتصادية بنا القاهرة ومقدش رائع يبقى ادي الكلام روابط واستقرار وعلاقات متينة ما بين الدولتين العربيتين الافريقيتين الشقيقتين نؤكد للشركاء الدوليين والاقليميين ضرورة التزام اثيوبيا بالقانون الدولي واحترام سيادة الاراضي الصومالية يبقى اينا الرئيس الصومالي بيقول للمجتمع الدولي يا جماعة اتكلموا مع الاخواننا الاثيوبيين دول احترام القانون الدولي واحترام سيادة الاراضي الصومالية احنا دولة لن نسمح ده اخر كلام قاله الرئيس الصومالي لن نسمح لأي دولة بالاستلاء على أراضينا بما في ذلك إثيوبيا أو أي بلد آخر وده طبيعي رئيس دولة يتحدث عن سيادة دولته وحريتها واستقلالها ووحدة أراضيها وستقف الصومال قطعا بمنتهى الحزم والشدة في أي أو تجاه أي محاولة للمساس بالأمن أو الاستقرار أو سيادة الأراضي أو واحدة الأراضي الصومالية أو سيادة الدولة عليها مهم جدا معلش اعذروني يا جماعة كان لازم الكلام ده يبقى واضح قدام حضرتك بهذا التفسير أو بهذا الشرح وهو اجتهاد أصاب يوسف أو أخطأ حضرتك عندك بروساسور عظيم خلقت ربنا اسمه مخك إيس الكلام ووزنه براحتك